مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم دا نحكي عن آخر الأخبار في كوفيد ناينتين أو فيروس الكورونا المستجد في أخبار كثيرة عم تطلع في معلومات جديدة في شغلات صارت تمخوا للدماغ بديش أحكي إنها بس إشي غريبة خليكم لآخر الفيديو عشان تشوفوها يعني أول مرة يمكن بنفكر بهاي الطريقة أنا قرأت مقالة فعلا يعني خربطت دماغي فحابب أعمل شير معكم إذا مش عاملين سبسكرايب على هاي القناة عملوا سبسكرايب إذا ما عملتوا عمركم شير للفيديوهات عملوا شير احضروا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي وانقروا على جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد خلينا نبدأ طبعا أوضح نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في الصين خلال مؤتمر صحفي أنه في أول لقاح للفيروس سيبدأ تجريبه خلال شهر طبعا أنتوا عارفين الصين هي عندها أكبر عدد مرضى من هذا الفيروس وأكيد رح يكون عندهم أكثر عدد تجارب على هذا الفيروس لأنه أي لقاح بدي أفرق بس بين كلمتين اللقاح والعلاج اللقاح اللي هو امونيزيشن أو الشوت اللي بنسميه فلو الشوت اللي هو بنعطى قبل المرض والتريتمينت أو العلاج اللي هو بنعطى إذا لا سمح الله صار عند الشخص هذا المرض طبعا كل الطرق مطروحة كل العلماء عم بيحاولوا مش بس العلماء شركات الأدوية لأنه أكيد رح يجيب مرابح كبيرة معظم شركات الأدوية اللي أعلنت أنها ستبدأ بدراسة هذا الموضوع السهمها ارتفعت في السوق هذا بيدللك على شيء أنه هاي كمان تجارة مهمة الآن في كتير طرق عم بيحاولوا بعض المستشفيات عم بتحاول تعطي كومبانيشن من أدوية منها أدوية الـ HIV أو الـ AIDS في بعض المستشفيات أخذت جزء من الدم للناس اللي شفوا وطلعت منهم شغلة اسمه إيمقلوبين أو الأجسام المضادة وحقنوها للأشخاص المرضى في فكرهم أنه هاي الأجسام المضادة اللي سوتها الأجسام الصحيحة ممكن تساعد الناس المرضى كل هاي تجارب ما فيه إشي لحد الآن مثبت حتى أنه يعني أنا كنا نضحك على موضوع الينسون واللوتوس الآن طلعت في الهند مجموعة حقت أنه براز البقر بساعد فلله في خلقه شؤون يا جماعة طبعا الفيروس إلى الآن قتل أكثر من 2200 شخص فعشان هيك كل دول العالم بدها تحاول أنه تحد منه عشان ما يزيد هذه الأرقام عندها على النقيد هذه معلومة جديدة على النقيد من متلازمة صارس صارس عادة بصيب الجهاز التنفس السفلي اللي هو الرئتين لكن هذا الكوفيد 19 عادة بصيب الجهاز العلوي والسفلي عشان هيك الانفكشن تبعه أو طريقة العدوى تبعته أسهل بكثير من هداك لكن علاجه أسهل برضو من الصارس طبعا العلماء عملوا خريطة جينية ثلاثية الأبعاد لهذا الفيروس هذه قد تؤدي إلى تقدم علمي في الحصول على النتيجة العلمية المطلوبة اللي هي نعرف هذا الفيروس شو هو الخريطة الجينية ثلاثية الأبعاد بتساعد كتير بمعرفة شكله وكيف طريقة التصاقه في الخلايا وأي بروتينات بتكون مفتوحة وممكن يقدروا يؤثروا عليها حشان يحللوا أو يضعفوا هذا الفيروس في الجسم طبعا في مشكلة الآن وهذا اللي بحكي فيها أنا الآن أنه وصل هذا الفيروس لعدة الدول بطريقة غريبة وصل إلى كوريا الجنوبية في حالة صارت عادية حوالي 50 إلى 40 إلى 50 حالة لكن الشيء الغريب أنه وصل إلى إيران ووصل إلى إيران في وقت حرج جدا لأنه إيران عندها انتخابات وإيران في عندهم عيد اسمه عيد النيروز أو عيد الربيع اللي هو عيد رأس السنة بعد تقريبا شهر لاحظوا التاريخ بعد شهر بدأ هذا الفيروس بوهان قبل تقريبا رأس السنة بشهر شهر ونصف في أكتوبر بدأ في ديسمبر عفوا ورأس السنة كان في يناير فالموضوع يعني ما بعرف والموضوع اللي صار في إيران صار في مدينة اسمها قم هاي المدينة يعني من أشهر المدن اللي بروحوا عليها الإيرانيين لزيارات الدينية أعتقد دفن فيها سليماني اللي قتلوا الجنود الأمريكان في العراق هل في ارتباط مع ذلك؟ ما بنعرف القصة ما فيها أنه كل الحالات اللي طلعت من إيران ليس لها أي علاقة في وهان ولا الصين ولا دخلة الصين ولا بتعرف إيش عن الصين وما أكلوا خفافيش ولا حياية ولا آكل النمل الحرش فيه ولا إلهم خاص في الموضوع هذول عايشين في إيران وما طلعوا ما صار فيه كونتاكت مع الصينيين ما حد عارف كيف بدأت والانتشار السريع الآن إلى الآن حسب المصادر الرسمية أنه فيه 16 حالة لـ 17 حالة وفيه أربعة توفوا بسرعة غريبة يعني بعد ساعات من اكتشاف هذا المرض معهم توفوا هذول الناس الآن فيه حالتين طلعوا بره إيران فيه حالة وصلت لبنان من إيران وفيه حالة وصلت كندا من إيران في برتش كولومبيا في مقاطعة برتش كولومبيا يعني الموضوع صراحة بدأ يعني يعمل عندي شكوك غريبة يعني أنا كنت ضد أنه هذه حرب بيولوجية وإشي كل مفروض تكون كل التكاهنات مطروحة إلى أن نعرف الحقيقة إن شاء الله ما بدي أعمل أي تكاهنات لكن موضوع غريب جدا يعني هذول من وين إجاهم الفيروس؟ شو الطريقة اللي وصلت الفيروس لإيران؟ إيران كانت سيف ما أحد كان سامع عنها بالصدفة قبل عشية الانتخابات بدأت كل هاي الأخبار تطلب طبعا فيه كتاب وصلني برضو اسمه The Eye of Darkness لكاتب دين كونتز كاتبه سنة 1981 وحطلكوا صور من هذا الكتاب إذا بتدعوه تشتروه أو تنزلوه تقرؤوه الكتاب بيحكي في أحد الفقرات إنه رح يوصيب الناس إبديميا وفيروس كبير وواواوا واسمه وهان 400 يا جماعة مدينة وهان أنا متأكد إنه 99% من الناس ما سمعوا بوخان إذا ما راحوا على الصين يعني حتى الناس اللي راحوا على الصين يعني زيارة أو عمل يمكن ما سمعوا بمدينة وهان مدينة وهان مدينة يعني مش مشهورة كتير للعالم لأنه ما فيها إشي كبير مشهور غير صناعة السيارات ونهر اللي ينزل اللي هو الثاني أطول نهر في العالم أو الثالث أطول نهر في العالم يعني بدأت فيها ثورة الشيوعية من غاد يعني أشياء بسيطة مش كبيرة كتير الطلاب يمكن بيعرفوها اللي عاشوا في الصين بيعرفوها بس اللي ما عاشوا في الصين غريبة فهذا راح زارها يعني هو فيه تفسير أنه راح زار هاي المدينة وحكى أنه راح يطلع منها فيروس في بدايات الألفين وعشرين يعني هذه كمهن شغلة غريبة جدا أنه التوقيت واسم الفيروس والمدينة يعني صراحة أشياء صارت الواحد بضرب أخماس بأسداس طبعا أنا أعرف أنه إحنا ما بنعرف كل شي لأنه فيه شغلات خلف الكواليس لكن إن شاء الله نعرفها حبيت أعطيكو هاي التحديثات وسلام أخليكم مع هذا الفيديو شوي الفكاهي هيك كده إن شاء الله تنبسطوا يبدع عنكم الأمران السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد